الانطلاقة غير الموفقة لحكومة عادل عبد المهدي تنذر بانتكاسة كبرى في أوضاع البلاد هو لسان حال أغلب العراقيين الذين باتوا يتحدثون عن مستقبل مجهول ينتظر حكومة عبد المهدي وإن استكمل تشكيلها فالمطالب الشعبية بحل المشاكل العاجلة أصبحت في ذمة الحكومة الجديدة لكن يبدو أن الحل ليس في متناول يدها كما هو الحال مع سابقاتها عودة التظاهرات من جديد وبقوة في وسط وجنوبي العراق بعد أن توقفت في الفترة السابقة هو المؤشر الأبرز على استمرار العجز الحكومي عن تنفيذ مطالب سكان هذه المدن كما أن الخلافات بين الكتل السياسية في تصاعد بسبب عدم نيل بعضها حصة في التشكيلة المنقوصة لعبد المهدي رئيس الحكومة الجديد يفشل من جانبه في استكمال تشكيل حكومته المنقوصة من ثماني وزارات من بينها وزارتات داخلية والدفاع بسبب الخلافات على أسماء المرشحين لشغل هذه الوزارات ولا يزال الشركاء السياسيون عاجزون عن التوصل إلى اتفاق بشأن ما تبقى من التشكيلة الحكومية وسط حديث عن فشل متوقع للبرلمان في حسم التصويت على باقي الوزارات في الجلسات المقبلة هو يحذر أعضاء في مجلس محافظة البصرة من ثورة شعبية واسعة تبدأ من البصرة وقد تنتشر في باقي مدن العراق في حال استمر إهمال ملف الإصلاح في حكومة عبد المهدي وعدم تنفيذ مطالب السكان المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية وتحسين الواقع المعيشي